من القطاع العلمي والتعليمي نروح إلى قطاع الصحة وزارة الصحة أعلنت عن أنه تم توفير بما أنه يعني كورونا موجودة والناس شايفة وفي بعض حالات الأنفلوانزة الخفيفة يمكن الأيام دي واللي بتزيد في بعض الأحيان مع زيادة الرطوبة بما أنه نسب الرطوبة عالية فبيبقى فيه يعني الجسم بيكون مرتب مع شوية هوا ممكن الناس بيجي لها أنفلوانزة ده إلى جانب كمان استعدادا بقى مع انتهاء موسم الصيف إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين اللي مش عارفين هنتهي إمتى برضو لسه مع قصة تغيير المناخ إنما في كل الأحوال وزارة الصحة أعلنت أنه تم توفير تطعيم الأنفلوانزة الموسمية لموسم الشتاء وده متاح بفاكسيرا وفي الصيدليات هذا اللقاح الوزارة بتقول أنه نسبة كفاته في منع الإصابة بالمرض بتتراوح من 50 إلى 60% وكمان لقاح الإنفلوانزة زي ما قلت لحضراتكم متواجد مش بس في فاكسيرا إنما كمان موجود في الصيدليات يمكن أن يحصل أي شخص على هذا اللقاح في منعزل الموسمية حتى الأطفال اللي هم من سن ست شهور فيما فوق والوزارة قالت أنه الأطفال من ست شهور لتسع سنوات خصوصا الذين لم يسبق لهم التطعيم يجب أن يحصلوا على جرعتين من هذا اللقاح ويكون الجرعتين دول بينهم شهر لتسع سنوات فيما فوق جرعة واحدة فقط ده بالنسبة لهذا الأمر سخلونا نعرف أكتر المهم نسأل على هل فيه موانع يعني هل فيه بعض الأشخاص اللي لا ينصح بأنهم ياخدوا لقاح الإنفلوانزة الموسمية ولا ده سؤال يعني هنجاوب عليه خلال دقائق